الحوثيون أعلنوا عن تبنيهم للهجوم الأخير اللي صار في العاصمة السعودية الرياض وتحديدا على منشآت أرامكو النفطية ولكن هذا التبني بيفد مشكلة تصريحات الحوثيين بيها مشكلة خاصة بعد تصريحات رئيس الدولة للشؤون الخارجية السعودية السيد عادل أجوبير اللي قال بأن أغلب الهجمات للأرب نيوز طبعا صرح أغلب الهجمات اللي تصير بالدرونز أو حتى بالصواريخ الباليستية كلها تصير عبر البحر يقصد إيران وكذلك تحدث من الشمال بحسب تصريحاته وهنانا الشمال ماكو غير العراق فمعناتها العراق أصبح تحت دائرة الاتهام في هذه الهجمات الخطيرة اللي تصير ضد منشآت حيوية مهمة المشكلة هو مو أول واحد يتكلم عن هذا الموضوع بالهجوم اللي صار وحده من الهجمات الأخيرة قبل أسبوع ونصف تقريبا صارت على منطقة رأس تنورة اللي أيضا هي بيها منشآت لأرامكو نفطية مهمة الول ستريت جونرل وثقت أيضا بعض المعلومات المهمة من الداخل السعودي اللي هي تأكد بأن الهجمات في الغالب حدثت من إيران أو من العراق فالعراق يعني دائما موجود في هذه القصة بس الول ستريت جونرل عدمت أي فكرة أو أي احتمالية أنه تكون هذه الهجمات جاية من اليمن فلذلك هنا نحن عندنا تطابق للتصريحات في قضية أرامكو تحديدا بأن العراق وإيران بشكل مباشر هي اللي تتصير من عندها الهجمات وهذه طبعا تخلينا أمام سيناريوهات إحنا لازم نتعرف عليها سيناريوهات مختلفة تماما في طبيعة الهجمات منين هي التي تصير أساسا فلذلك إذا أخذنا إيران كأمر رئيسي الآن في هذه الهجمات أكو عدة مناطق من هذه النقاط أبدان على سبيل المثال أو كاكي على سبيل المثال هذه ممكن هذه النقاط الوحيدة اللي تصير منها الهجمة على الرياض هذه هي العاصمة الرياض والنقطة طبعا موجودة لمنشآت أرامكو هنا تحديدا في هذه النقطة فلذلك من غير المنطقي أن تصير الهجمات بالنسبة للطائرات المسيرة الإيرانية أن تأتي من هذه النقطة أو من هذه النقاط على سبيل المثال لأنه هذه رح تتعدى طبعا المنامق البحرين وكذلك قطر وهذه طبعا رح تسوي دبل كونفرميشن بين الدولتين تأكيد يصير أنه ملاحظة من البحرين أو ملاحظة من قطر على أن هناك طائرات مسيرة مرت وكذلك السعودية وهذا من يصير مثل ما قلنا تأكيد مزدوج من الطرفين يندمج التقرير ويرسل إلى مجلس الأمن الدولي وبالتالي صار موضوع إيران صعب جدا صار اعتداء مباشر وصار أنه هذه قضية حرب يعني الآن فخاصة نحن لازم ننسى أيضا أن أكبر قاعدة في الشرق الأوسط هي قاعدة العديد القطرية موجودة هنا فليس هناك أي منطق من إيران أن تقوم بالهجمات من هذه النقاط فبالتالي أبدا هي الوحيدة أو هذه النقاط التي تصير بشكل مباشر وتنطلق إلى الرياض ولكن مشكلتها مسافتها تقريبا 600 إلى أكثر من 600 كيلو متر حتى توصل إلى هذه النقاط ولكن احتمالية أن تنطلق الطائرات المسيرة من منتصف البحر هي موجودة يعني هذه التكنولوجيا موجودة من 2014 يعني هذه واحدة من الطائرات المسيرة اللي الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عنها في 2014 مثل ما ذكرت اللي هي الـ RQ21A Black Jack هذه الطائرة يعني حقيقة لحد يستغرب أنه إيران بعد سبع سنوات أنه ما تقدر تمتلك مثل هذه الطائرات إيران يجب أن لا نستخف بإمكانياتها بالمسيرات واحدة من أكثر الدول تطورا في العالم في هذه المجال ودليل على هذا كلامي أنهما عندهم إمكانية أن يوصلون إلى طائرات مسيرة تنطلق من منتصف البحر اللي تقوم بمثل هذه الهجمات هي هذه الطائرة اللي عرضوها قبل ثلاث أسابيع للعالم هذه الطائرة هي كامان 22 تشبه تماما الـ MQ9 Reaper نفس الطائرة اللي هي قتلت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في مطار بغداد نفس المواصفات نفس الإمكانيات نفس الشكل تماما وتصل إلى 3000 كيلومتر مسافتها فهما ما عندهم مشكلة أن يوصلون إلى هذه الأعداد الكبيرة من الكيلومترات كإيرانيين وأيضا لازم بننسى أن السفن اللي يستخدموها الإيرانيين عادة يغلقون أجهزة التعقب اللي بيها فبالتالي ممكن أن يتحركون وممكن يسوون هيش هجمة وبالتالي هذه تعتبر أقرب نقطة إذا ما تحدثنا عن الرياض والهجمة الأخيرة اللي توصل إلى 480 كيلومتر أو أكثر قليلا أما بالنسبة للعراق وهذه نقطة مهمة العراق أكو ثلاث نقاط عندنا محافظة البصرة ومحافظة المثنى وكذلك عندنا النجف هذه هي النجف محافظة البصرة نفس المشكلة اللي قلناها بهذه النقاط إذا تعدت الطائرات المسيرة رح لازم تتعدل كويت وتدخل إلى السعودية بالتالي double confirmation أكفت مشكلة أنه رح يصير ملاحظة من دولتين على هذا الموضوع مو دولة واحدة فقط وكذلك بالنسبة للنجف إذا طلقت من هذه النقطة من آخر نقطة موجودة بين النجف وبين محافظة المثنى فليس هناك أيضا منطق لين رح تجي بشكل يعني مو straight forward مو مجاي بشكل مباشر على هذه المنطقة اللي هي منشأة أرام كل موجودة في الرياض وبالتالي هذه رح تكون مائلة وحتصير يمكن حتوصل أكثر من 630 إلى 650 كيلومتر فأنت المطلوب المطلوب بمثل هذه الهجمات بغض النظر توصل 3000 كيلومتر 1500 كيلومتر بالمسافات المطلوب أنه تكون مسافة قريبة حتى تتفاد قدر الإمكان أكبر عدد من المقاومات اللي ممكن أن تتعرض لها أو اللي هي ممكن أن تتصدى لهذه الطائرات لذلك المرشح إذا كان فعلا العراق طارت منها طائرات بحسب ما يقول الجبير و بحسب ما تقول الول ستريت جونر فالنقطة الوحيدة القريبة هي محافظة المثنى وتحديدا صحراء السماوة أن تنطلق من هذه النقطة لأن المسافة تقريبا من 500 إلى 530 كيلومتر طبعا دي نحكي إحنا على الأرض إذا ما تحدثنا على الأرض بغض النظر عن المياه هنا وإحنا دي نحكي على المسافات والمسافات مهمة جدا لأن المسافات الطويلة ممكن اتعرض الطائرات إلى الضرب وإلى المشاكل على سبيل المثال يعني إذا ألقينا نظرة على اليمن هم تبنوا هذه العملية طائرات هم توصل هم دي يستخدمون سامد ثري درون وطبعا أيضا ممكن أن تستخدم هي من إيران أو تستخدم من أي مكان آخر حتى العراق هذه الاحتماليات اللي يحطوها السعودين لأنه حتى تغطي حتى تبين أنه جدت هي من اليمن مشكلتهم 900 أكثر من 900 كيلومتر حتى يوصلون إلى الرياض ويقومون بالهجم اللي يساوها وهذه طبعا يعني بيها مشكلة كون أن الدفاعات السعودية صار لهم سنين يقاتلون دفاعات على أعلى المستوى إلى درجة أن مطار أبهى الآن دي يساوون عليها هجمات كثيرة أغلب الطائرات بل تقريبا كلها طائرات المسيرة سقطت في هذه النقطة ما عندهم أي نجاح الحوثيين في عملية انطلاق الطائرات المسيرة في هذه النقاط وهذه النقاط المهمة طبعا فلذلك بالنسبة للعراق هذا هو الوضع بيئة العراق إذا كانت هي من محافظة المثنى أو إذا كانت بشكل مباشر من إيران ولازم ما ننسى سياسيا بالنسبة لإيران حتى وإن كانت من البحر إذا ما تم توثيق أي عملية عليهم بأنهم ما يساوون هجمات مباشرة فهذا ممكن بسهولة يعتبروا إعلان حرب كون أن أرامكو ضربها يعني تعتبر كارثة كبيرة على مستوى العالم وليس فقط على الداخل السعودي الآن شنو ردت فعل الولايات المتحدة الأمريكية على كل هذه التطورات الخطيرة والاستهدافات الخطيرة بالنسبة للأمريكان الآن وتحديدا جو بايدن هم يعني اعتبروا هذا الهجوم الأخير هو أمر غير مقبول يعني اكتفوا بهذه التصريحات الدبلوماسية لكن بنفس الوقت قاموا بملاحقة الآن وأعلنت وزارة العدل الأمريكية بملاحقة عشر من الإيرانيين الذين هم يهربون النفط الإيراني في محاولة للالتواء والمناورة ومراوغة العقوبات الأمريكية عندهم عدة أمور تقريبا بقيمة أكثر من 300 مليون دولار فبدوا يلاحقهم ولكن مو شرط الهجمة اللي صارت في السعودية هي المحفز الأساسي لهذه الملاحقة اللي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون المحفز الأساسي في هذا الموضوع والسعودية قد تكون هي المحفز الثانوي هي طبيعة المحادثات اللي تتصير مع الصين الصين قوية جدا وطرف قوي وفي ولاية ألاسكا الصينيين يعني اعتبروا نفسهم هم الطرف الأقوى والولايات المتحدة هي الطرف الضعيف والنقطة المهمة بالنسبة للصينيين هنا أنهم اتحدوا الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاجتماعات بدأوا يوردون نفط بشكل أكثر يستوردون نفط بشكل أكبر من فنزولة ومن إيران يعني بحسب شركة كيبلر طبعا للطاقة وهي شركة عالمية ودولية أكدت أنه الآن داياخذون الصينيين من إيران باليوم الواحد تسعمية واثمونتعش ألف برميل للنفط بس بهذا الشهر وهذا قابل للزيادة حيوصل فوق المليون ونص إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وهذه طبعا يعني فد إخفاق كبير جدا وديعاني جو بايدن بهذا الاتجاه لأن الصين داي تتحدى أيضا مشكلة أنه جو بايدن فتح طريق آخر اللي هي قضية بوتين الآن هو بدأ يعتبر بوتين بأنه هو رجل قاتل ووصف بهذا الوصف حقيقة بتصريحات نارية من جو بايدن غير متوقعة خاصة بعد التقارير الاستخبارات الأمريكية اللي أكدت أنه الروس كانوا داي حاولون يدخلون في انتخابات 2020 اللي هو أخاذها جو بايدن وكانوا الروس داي حاولون بحسب هذه الاتهامات أن يفوز دونالد ترامب فعلى هذا الأساس اتهمه بهذا الاتهام وقل لأني رح أحاسبك ستدفع الثمن يا بوتين على ما قامت به مخابراتك وطبعا شنو ستدفع الثمن مو حرب أبدا لا هذا تعني بأن ستكون هناك عقوبات على هذه القضية تحديدا وكذلك علينا أن لا ننسى أليكسي نافالني المعارضة الأول والأساسي لبوتين كون أن هذا الرجل الآن مسجون وما أحد يعرف وين هو مسجون فعقوبات على هذه المستويات ما راح تصعب المهمة على الولايات المتحدة الأمريكية فقط بالقضايا الدبلوماسية وإنما ستصعب الأمور على الاتحاد الأوروبي على أوروبا كلها ليش لأن أوروبا جغرافيا هي مرتبطة بروسيا وروسيا هي المصدر الوحيد للغاز الطبيعي لأوروبا هذه نقطة لازم أن ننساها مهمة جدا وكذلك أن أوروبا دائما تتواصل مع الروس على عدة قضايا الحد من السلاح، الأزمة السورية، قضية الاتفاقية النووية الإيرانية كل هذه الترتيبات راح تصعب بشكل كبير على الأوروبين خاصة وأنهم في ظل هذه التصريحات من جو بايدن وحتى وزير الخارجية أنتوني بلينكين تجاه الصين تصريحات قوية جدا واضح أنها ستعرق للأمور وأن أوروبا ما تقدر توقف لاوية الصين ولاوية أي أحد بل هي مصطرة أن تقف مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه القضية لذلك هذه كلها تطورات خطيرة